اهلا بحضراتكم كنا نتابع معكم منذ قليل توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي وثيقة الالان السياسي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق مصار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهد الرئيس السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا التوقيع على العدد من الاتفقيات لتعزيز التعاون التنائية هذا وأكد الرئيس السيسي أن مصر أولد دوما أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودولهم ذلك في ضوء اعتقادها الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين بما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هذا ورحب الرئيس السيسي في كلمته الافتتاحية خلال القمة المصرية الأوروبية بالقادة الأوروبيين في زيرتهم المهمة إلى مصر والتي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة عبر التاريخ وتعكس أيضا حالة الزخمة التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعاد السياسية والاقتصادية والثقافية على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة هذا وأعلنت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فندرلاين ترفيع العلاقات فيما بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجي يشمل شراكة استراتيجية شاملة وقالت في كلمتها خلال القمة المصرية الأوروبية بقصر الاتحادية بالموافقة على مجموعة من الحزن بتشمل التجارة والاستثمار والاستثمار في التعليم والثقافة وأيضا بيصاحب حزمة من الدعم المالي بتقدر بنحو 7.4 مليار يورو في السنوات المقبلة مع العمل على تعزيز أيضا الديمقراطية وحفوط الإنسان والفرص المتكفئة هذا وأضافت رئيسة المفاوضية الأوروبية بأنه بيتم هذا الاجتماع في وقت ممتلئ بالأزمات وعربت عن قلقها إزاء الحرب والوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وفي هذا السياق أيضا قالت بأن غزة تواجه المجاعة ومن المهم أن توصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الآن والذي من شأنه أن يوقف الاعتداءات ويؤدي إلى إطلاق صراح الرهائن والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة أيضا خلال كلمتها وجهت الشكر إلى مصر على دعمها الكبير وأيضا التأكد من وصول الإمدادات الإنسانية إلى غزة وأكدت أن الاتحاد الأوروبي بيولي أولوية قصوى للمساعدات الإنسانية وتوصلها إلى غزة برا وبحرا وجوان هذا وأعربت رئيسة المفاوضات الأوروبية عن تطلعها لتعميق التعاون أكثر فأكثر مع مصر هذا وتبع رئيس السيسي أثناء الاجتماع اليوم أيضا بأن هذا الاجتماع بيعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا واليونان وبلجيكا وقبرص والنمسا على مختلف الأصادة سياسيا وإقتصاديا وتجاريا وثقافيا ويتزامن هذا اللقاء مع ميقطة شديدة في الأهمية في العلاقات المصرية الأوروبية ونشهد توقيع الألان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لتنفيق العلاقات إلى مستوى الشارقة الشاملة والاستراتيجية وتوجه الرئيس السيسي بالشكر لرئيسة المفاوضة الأوروبية على بهدها الصادق في الدفع بمصار ترفيع العلاقات على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة ورحب الرئيس أيضا برئيسة وزراء إيطاليا ورئيس وزراء يونان لدورهما المقدر في دفع العلاقات المصرية الأوروبية وتعزيزها سواء ثنائيا أو من خلال آليات المؤسسية للاتحاد الأوروبي ورحب الرئيس أيضا برئيس وزراء بلجيكا وقدم له التهنئة على تولي بلاده للرئاسة الدورية للأتحاد الأوروبي وأكد أن مصر بتعول على رئيساتهم لتحقيق المزيد من الزخم للعلاقات المصرية الأوروبية ورحب الرئيس عن يقيني بأن هذا الاجتماع يتيح الفرصة لمزيد من التباحث حول قضايا التعاون التنائي والإقليمي ذات الاهتمام المشترك إلى هنا نقوم وصلنا مع حضرتكم لنهات هذه التغطية شكرا لكم على المتابع وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر شكرا